اشتركوا في القناة ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر ما يتعلق بأحكام الأضاحي أو الأضحية ونقرأ من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب في الضحايا والذبائه والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشريبة يعني ذكر في هذا الباب مجموعة للأحكام ونحن سنقتصر على ما يتعلق بالضحايا أو الأضحى نعم وما يتعلق بأحكام الذبح باب في الضحايا أو الضحايا جمع ويقال في الأضحية في مفردها أضحية وإضحية وتجمع على أضاحي بتشديد الياء ويقال ويقال ضحية وتجمع على ضحايا ويقال أضحات وتجمع على أضاحي وأضحى هذا هو لحظ هذه الكلمة الأضحية والأضحية حقيقتها أنها ذبح ذبح الأنعام في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هذا حقيقة الأضحية حقيقة الأضحية ذبح شهات أو غيرها من الأنعام في وقت مخصوص بشروط مخصوصة أو يقال ذبح الشهات أو سائل الأنعام يوم إيد الأضحى بشروط مخصوصة بشروط مخصوصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وبعض أهل الأفر أعرفها بذكر شروطها فقال ابن عرفة المالك رحمه الله في تعريف الأضحية قال ما تقرب بذكاته ما تقرب بذكاته فالأضحية يتقرب بها إلى الله بذكاته الذكات تشمل الذبح وتشمل النحر وسيأتي بيان ذلك فالذبح يكون عند التقاء إلى الرقبة مع الرأس والنحر يكون في التقاء الرقبة مع الصدق والأضحية تجوز في الغنم والبقر والإبلي الغنم تذبح والبقر عند الجمهور تذبح والقيلة تنحر والإميل تنحر وكل من الذبح والنحر يسمى ذكاتا فالذي ذكر هذا التعريف قال ما يذكى حتى يدخل في ذلك الذبح ويدخل مالا النحر فالذبح هو القطع عرضا عند التقاء الرقبة مع الرأس والنحر والنحر الطعن عموديا في اللب حيث يلتقي العنق مع الصدر وكل منهما يسمى ذكاة فمن الأنعام ما يذبح ومنهما ينحر وهل يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح خلاف والمذهب أنه يكره وأصاب في ذلك جوازه كما حققه بعض العلماء فقيل ما تقرب بذكاته من جذع الضأن أو ثني سائل نعم من جذع الضأن يعني التعريف هذا فيه ذكر الشروط التفاصيل الذي ذكرناها قلنا بشروط مخصوص فقال ما يتقرب بذبحه من جذع الغلم أو الشات فالشات الغلم كبشا أو أنثاه يجزئ منه الجذع وسيأتي ذكر سنه أو الثني من غيره يعني الثني من المائث والبقر والإبل وسائل سليمين من بين العيب من بين عيب يعني كل من الشات وسائل النعم لهو المائز والبقر والإبل تكون سليم من بين عيب أي من العيب البي الذي سيت بيانه توضيهه مشروطا هذا مشروطا بكونه في نهار عاشر للحجة يعني أن يكون الذبح في نهار عاشر للحجة لأن عند مالك الذبح يكون نهارا لا ليلا وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في تمام الرسالة ذي العاشر للحجة أو تاليين عند مالك الذبح يكون يوم العاشر 11-12 في النهار وخالف وغيره فأجاز حتى اليوم الرابع عاشر نهارا وليلا وقولهم أقوى كما سيت بيانه بعد صلاة إمام عيده له يعني يشترط عند مالك في العضحية أن يكون الذبح بعد صلاة إمام عيده ذك فيشترط أن يكون الذبح بعد صلاة الإمام وذبحه وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحبيا لغير حاضره إذا لم يكن له إمام يصلي له العيد كان يكون خارجا نحو ذلك فيقدر ذلك الزمان ذلك الزمان فهذا هو المقصود ولو ضحية حاصلها ذبح شات أو غيره من النعم تقربا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة بشروط مخصوصة إذا قال المؤنف رحمه الله تعالى والأضحية سنة واجبة على من استطاعها سنة واجبة هو الملهم مالك عنده مدى الإصطلاح سنة واجبة والمقصود بذلك تأكيد سنيتها تأكيد السنية لأن عندنا الوجوء الفرائض وعندنا السنن وهذه السنن يعني مراتب لأن من السنن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وواغب عليه وفعله في المجمع من الناس ومن السنن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وليس في المجمع من الناس ومن السنن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله ولم يشتعر عنه أنه فعله أو داوم عليه أو فعله في المجمع من الناس فدل هذا على أن السنن متفاوتة فالغحية عندما سنة واجبة يعني مؤكدة لا ينبغي وكما قاله لا أحب لمن يستطيعها أن يتركها ونقل عن مالك أنها واجبة فرض وقيل سنة وعند مالك سواء الذكر والأنثى والصغير والكبير والمقيم والمسافر لا حد سواء يرى رزومها نعم والغحية سنة واجبة وأظهر الله أنها واجبة على المستقيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل أنه ذبح قبل الصلاة قال اذبح مكانها أخرى اذبح مكانها أخرى دل على نزومها وقبل ذلك قال ربنا جل وعلا فصل لربك والحرم هذا أمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت كل عام أضحية وأثيرة ثم نسحة الأثيرة بعد ذلك وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا إن كان الحديث اختلف فيه بين الرفع والوقف والنبي صلى الله عليه وسلم مذ شريعة الأضحية وهو يضحي ولم يتركها وواضح عليها بل قيل أنه ضح في الحج كما في حديث عائشة أنها أتي إليها بلحم فقالت ما هذا قال قالوا بقر ضح به النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته فلا أظهر أنها نازمة واجبة قال على من استطاعها أي الذي يستطيعها فسرة استطاعها بالمذهب أي الذي يجد ثمنها سائر الآن ولا يرقص ثمنها في ملكه سائر الآن فهذا يعد مستطيعا أما الذي لا يجد ثمنها سائر الآن فلا يعد ماذا فلا يعد مستطيعا وعلى ذلك فهل له أن يستدين ويشتري وإذا كان عليه دين هل له أن يشتري فإذا كان غير مدين ولكن ليشتري الأضحية يعني يستدين جاز له ذلك إذا كان يجد من أين يوفي هذا الدين ويرد وأما إذا كانت عليه ديون فهل له أن يشتري نعم إذا كان أذن له أهل الدين وله ما يجد به الوفاء من أين يوفي نعم ويروى في هذا الحديث آئشة قالت يا رسول الله أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين مقضي لكن الحديث لا يثبت الحديث عند الدار قطن والبيهقي مرسل وضعفه أهل العلم نعم والحاصل هو التفصيل في الاستدان والمدين ما ذكرناه قال وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن الآن صار يذكر السن الذي أن يشترد في الأضحية إذا نضحي حكمها على ما ذكرناه لازمة واجبة فرض على المستطيع نعم وحتى للمقيم وأما المسافة فتستحب في حقه أيضا من أين تكون تكون من الشات من الأنعام الأنعام الضأن كمش أو مايس والبقر والإبل من إنسيها لا من محشيها أما الأسنان فعندنا الغلم يجزئ فيه الجذع قال وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن ما هو الجذع؟ الجذع ما زال ما بدرش ما زال ما طيقه سنين سنتين الأوليين ما زال قال ما زال ما بدرش وذكرت له بعض الأوصاف الذي صوفه يتجهد أو صوفه يعني يكون قائما لما ما وش نسبح هادئ يعني هادئ أو صاه لكن ضبطت بالسن فقال وهو ابن سنة الكبش ابن سنة هذا المشهور في المدى وقيل ابن ثمانية أشهر وهو مروي على المالك أيضا وقيل ابن عشرة وهو رواية عن ابن وهب وقيل ابن ستة ستة أشهر كذلك لم يذكر عن المؤلف وهذا قول لسحنون فالجذع المشهور أنه ابن سنة ومن العلماء من يرى جواز عشر أشهر أو ثمانية أو ستة لكن المشهور أنه ابن سنة فإذا اشترى الإنسان ليكن ابن سنة هذا من القبع من الغنى ذكره الكباش أو أمثاه ناجع أما المعز والبقر والإبل فلا بد من الثني ولهذا قال والثني من المعز أي والبقر والإبل كذلك كم وقت كم جزء نعم نكتفي بهذا والله أعلم وصدى الله وسلم وعبارك على نبينا محمد شكرا